هذا وحول الموضع نفسي ألقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتاريس كلمة بشأن تصاعد التوتر على شبه جزيرة الكورية جاء ذلك من وسل الأعلام في مقر الأمم المتحدة حيث أكد أن حل القضية النووية لكوريا ديمقراطية يتعين أن يكون سياسيا ومن خلال الحوار بما في ذلك المحادثة السوداسية لحل الأزمة عالمنا ليس بسلام وكناك أمور تسبب قلقا في الوقت الراهن خاصة الوضع متوترة في شبه جزيرة الكورية لابد أن ندرس تاريخ ولا نكرر الخطأ حل هذا الألم ينبع أن يكون سياسيا نتيجة العملية العسكرية رهيبة للهاية هذا أشار جوتاريس إلى أن مجلس الأمن اعتمد بالإجمع قرار رقم 2371 يوم الخمس من الشهر الجاري مؤكدا أن هذا القرار يمثل فرصة لحل هذه الأزمة من خلال اتصالات الدبلوماسية وعادة فتح الحوار ودعى جوتاريس كوريا الديمقراطية إلى الامتثال بالتزامات الدولية لتخفي حد التوتر وتحقيق نزع الأسلحة النووية من شبه جزيرة الكورية